السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الصف الثاني درسنا لهذا اليوم هو مراجعة الفصل صفحة 70 أعزائي التلاميذ هنا عدنا أخذنا في هذا الفصل جمع المئات فقبل ما ندخل إلى المئات أحنا عدنا حقيقة جمع 1 زائد 6 7 إذن 1 مئات زائد 600 الناتج 700 إذن أعزائي التلاميذ 100 زائد 600 الناتج 700 100 زائد 600 الناتج 700 تدريب أجمع 3 زائد 6 9 أحسنتم 300 زائد 600 900 إذن 300 زائد 600 يكون الناتج 900 300 زائد 600 الناتج 900 الجمع مع إعادة تسمية الآحد استعمل الآحد والعشرات والمئات أعزائي التلاميذ هذا رمز الآحد وهذا رمز العشرات وهذا رمز المئات استعمل الآحد والعشرات والمئات وجدول القيمة المكانية لأجد ناتج الجمع 263 زائد 18 أعزائي التلاميذ أعزائي التلاميذ هنا عدنا 263 نجمع أعمل جدول الآحد والعشرات والمئات الآحد عدنا ثلاثة في العشرات 6 في المئات 2 هنا في الآحد الثمانية وفي العشرات واحد يعني عشرة فنجمع الآحد مع الآحد ثلاثة زائد ثمانية أحسنتم أحد عشر واحد هنا والواحد إعادة تسمية لأن هذا مكان الآحد فقط فما يصير الواحد ما للإهدعاش ما للأحد عشر يكتب هنا مع الواحد لا هذا فقط مكان الآحد فيصبح هنا واحد إعادة تسمية واحد هنا وواحد إعادة تسمية مع العشرات فيصبح واحد زائد ستة سبعة سبعة زائد واحد ثمانية فالناتج يكون ثمانية في المئات هنا عدنا ثمية تنزل لأن ما عدنا مئات معها فأصبح الناتج مئتان وواحد وثمانون عندما جمعنا الآحد هل أحتاج إلى إعادة تسمية؟ نعم احتاجين إلى إعادة تسمية لأنها كانت أحد عشر إحنا قلنا عشرة أحد عشر إثناء عشر ثلاثة عشر فما فوق تحتاج إلى إعادة تسمية لأن هذا فقط مكان الآحد نعم احتاجين إلى إعادة تسمية عدنا هنا واحد في الآحد ثمانية في العشرات واثنان في المئات التدريب صفحة واحد وسبعون عزاء التلاميذ هنا عدنا استعمل الآحد والعشرات والمئات وجدول القيمة المكانية لأجدنا تجد جمع خمسمائة وستة وعشرون زائد ستة وثلاثون خمسمائة وستة وعشرون زائد ستة وثلاثون أجمع الآحد مع الآحد عزاء التلاميذ ستة زائد ستة أحسنتم اثنى عشر اثنان هنا وواحد إعادة تسمية ما أكتب الاثمعاش هنا لا ما يصير لأن هذا مكان الآحد فقط نأتي إلى العشرات واحد زائد اثنان ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة أحسنتم ستة هنا عدنا الخمسمائة تنزل يعني الخمسة لأن ما عدنا عدد معها فأصبح الناتج خمسمائة واثنان وستون خمسمائة واثنان وستون ثالثا الجمع مع إعادة تسمية العشرات استعمل الآحد والعشرات والمئات وجدول القيمة المكانية لأجد ناتجة جمع عزاء التلاميذ مثل ما ذكرت لكم هذا رمز الآحد وهذا رمز العشرات وهذا رمز المئات استعمل الآحد والعشرات والمئات وجدول القيمة المكانية لأجد ناتجة جمع ثلاثمائة وثلاثة وثمانون زائد مئة واثنان واربعون عزاء التلاميذ نجمع عموديا رأسيا يعني هذا الثلاثمائة وثلاثة وثمانون أكتبها هنا ثلاثمائة وثلاثة وثمانون تحتها أكتب مئة واثنان واربعون مئة واثنان واربعون الآحد تحت الآحد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات الآن نجمع ثلاثة زائد اثنان خمسة ثمانية زائد أربعة اثنى عشر لاحظوا ما نكتب الواحد هنا على زائد تلاميذ لا هذا فقط مكان العشرات اثنان فقط في العشرات والمئات تصعد إلى المئات إذن واحد إعادة تسمية إذن ما نكتب الاثنعاش كلها نكتب الاثنان فقط والواحد هنا مع المئات واحد زائد ثلاثة أربعة أربعة زائد واحد خمسة أصبح الناتج خمسمائة وخمسة وعشرون خمسمائة وخمسة وعشرون هل أحتاج إلى عادة تسمية في العشرات؟ نعم احتاجين إلى عادة تسمية في العشرات إذن كم من الآحات عندنا؟ عندنا خمسة وفي العشرات عندنا اثنان وفي المئات يوجد عندنا خمسمائات التدريب أيضا مثل ما ذكرنا هذا يعني رمز الآحات وهذا رمز العشرات وهذا رمز المئات استعمل الأحد والعشرات والمئات وجدول القيمة المكانية لأجد ناتج الجمع نجمع أحد مع أحد عشرات مع العشرات والمئات مع المئات صفر زائد ستة ستة يبقى الرقم نفسه ستة لأن الصفر ما يزيد أيش سبعة زائد سبعة أربعة عشر أحسنتم أربعة هنا واحد هنا لا الواحد إعادة تسمية الواحد إعادة تسمية واحد زائد خمسة ستة ستة زائد واحد سبعة أصبح ناتج سبعمائة وستة وأربعون شكرا لكم عزيزي التلاميذ ومع السلامة